اشتركوا في القناة من كثير ذكرها في البداية والنهاية يتحدث عن بعض احداث القرن الخامس الهجري او بدايات القرن الخامس الهجري يتحدث عن شائعة سرت هناك في بغداد هذه الشائعة نغصت على الناس حياتهم ونكدت عليهم صفوة ليلهم ونهارهم شائعة سرت بين الناس تقول ان حيوانا مفترسا او وحشا مفترسا يدعى الزرنب يطوف على الناس في بيوتهم وهم نيام فيقطعوا اطراف الرجال والنساء ويخطفوا الاطفال الردع الصغار من بيوتهم واسرتهم الشائعة لما سرت طبعا اصابت الجميع بالفزع فزع رهيب انتشر في المدينة كلها حاكم بغداد ساعتها كان في حيرة من امره ماذا يصنع استشار ناس كثر ماذا اصنع كلما خرجوا على الناس وقالوا يا ناس ما عندنا محضر حتى شرطة واحد يقول انه في طفل خطف او في واحد قام من النوم ما وجد ذراعه ولا واحدة ما وجدت رجلها هذا كلام مش موجود فمن اين اتيتم بهذا لكن الناس لن يصدقوا خلاص خلاص صدق الجميع ان فيه وحش يعني فيه وحش حتى ان الناس كانوا يخرجون من بيوتهم ويصعدون الى اسطح البيوت مع غروب شمس كل ليلة ويمسكون الهووين النحاسية الكبيرة وينزلون عليها ضق بصوت عالي جدا يضقون عليها بصوت مرتفع جدا فلما يسألوا في ذلك يقولون ننفروا الوحش نخوفوا حتى ما يأتي عند بيوتنا اللصوص والحرمية انتهزوا الفرصة واستغلوها وخلوا الناس على الاسطح مشغولين وهم يقتحمون البيوت ويصدقون ما فيه الموضوع خرج عن السيطرة الحاكم احتار اشر عليه احد العقلاء الحكماء وقال لن نجد حلا لهذه الاشكالية الا ان نأتي بحيوان شكل غريب على الناس ونذبحه ونعلقه على باب المدينة ونقول للناس الحمد لله لقد مكننا الله تبارك وتعالى واستطعنا الامساك بهذا الوحش وها نحن قد ذبحناه وهو امامكم وبالفعل ذهبوا الى حيوان بحر بري الناس ما تعرفوا كثيرا واتوا به زي سبع البحر أو كذا وذبحوه وعلقوه على باب المدينة فاطمى ان الناس وارتاحوا وعاد الى بغداد هدوءها وسكينتها مرة اخرى القصة وقعية نعم وقعية ماذا اريد من وراء هذه القصة اريد ان انبه نفسي واذكر اخوتي من المسلمين والمسلمات الى خطورة الشائعات الشائعات خطرة جدا بل اني اعتبرها من اشنع وافضع واخطر الكلام السيء اصعب واشنع انواع الكلام الخبيث اشاعة الشائعات في الناس والترويج لها في الناس خاصة اذا كان المروج لها يعلم انها كذب يعني هو الذي الفها يقول الحسن البصري رحمه الله خرج عندنا رجل من البصرة صبيحة يوم يقول والله لأكذبن اليوم كذبه يتحدث بها الوليد ابن عبد الملك في عاصمة الخلافة في دمشق الرجل في البصرة في العراق وبالفعل الف تأليفه وكذب معينة ووزعها في الناس نشراها في الناس هو نفسه يقول والله ما انسى المساء حتى كدت ان اصدقها من كثرة ترديد الناس لها يعني هو اللي بيشعي الشائعة احيانا من كثرة ما وجد الناس قد صدقوا ما قال ونشروا فيما بينهم ما قال هو نفسه يصدق نفسه وهو يعلم انه كذب لكن هو نفسه يصدق نفسه شيء عجيب شيء غريب يحصل في عالم البشر ولقد انتشر وازدادت يعني عواقبه الوخيمة خاصة في ايامنا وفي زماننا الذي نعيش فيه ولذلك على المسلم ان يتقي الله تبارك وتعالى في كل كلمة يسمعها قبل ان يرددها بين الناس ان نشر الشائعات والترويج لها سبب ازمة نفسية شديدة جدا للمسلمين الاوائل كان سببا في عودة المهجرين الى الحبشة لتتخطفهم اياد الكفران واياد الطغيان في مكة مرة اخرى بسبب شائعة خرجت من مكة حتى بلغت ارض الحبشة تقول للناس هناك ان اهل مكة قد دخلوا في الاسلام وهذا لم يحصل ان ازمة نفسية شديدة جدا كادت ان تعصف بالنبي عليه الصلاة والسلام وبابي بكر واهل بيته بل وبالمسلمين والمسلمات فيما يعرف بحديثة الافك والحكاية كلها كانت ايه كانت عبارة عن شائعة خبيثة شائعة خبيثة طيرها ابن سلول المنافق الحاقد طيرها كذا في الهواء في الفضاء او اسمعها لاذن اصغت له فحملت الكلمة ونشرتها بين الناس نشرتها بين الناس يا الله يا الله شائعة تفعل هذا في الامة نعم شائعة تفعل هذا في الامة يا عباد الله شائعة جاءت من مكة الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديبية تقول ان قريشا قتل عثمان رسولك اليهم وهذا لم يحصل كادت ان تضيع الامة لو ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالصحابة واقتحم مكة في ذلك الوقت تكاد الامة ساعتها ان تضيع الامة ما كانت مستعدة ساعتها لهذه المواجهة الخطيرة جدا ولذلك وافق النبي عليه الصلاة والسلام في نفس التوقيت على صلح العديبي هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيرهم الفواري وطادة رفعوا التميز رايتانهم في العزيمة همة العصاري ومن الطريق مشاعر الأنوار إذن الشائعات خطرة جدا نعم خطرة جدا فماذا أصنع وماذا تصنع أنت عبد الله علينا أولا أن نبتعد عن مواطن الفتن المواطن اللي فالقيلة والقال وكثرة الكلام والهذيان والثلثرة والشائعات اللي راحة جاية نبتعد عنها حتى فيه شائعات بيسموها شائعات التجارية واحد عايز يعلن عن سلعة معينة فيعملها شائعة عشان يعني سبحان الله لا تكزن وعشان تنتشر بين الناس فنبتعد ننأى بنفسنا عن مواطن الفتن وعن مجالس السوء ومجالس الغيبة والنميمة ونقل الكلام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلان راحت وفلان جدت وفلان طويل وفلان قصير وفلان هذا أمين وفلان هذا خائن وفلان هذا كذا وأنت يا أخي سبحان الله ما عندك دليل ولا عندك بين حتى تتهم الناس في أعراضهم فلا تردد هذه الشائعات أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه دخل على أم أيوب فقالت أما تدري ما يقول الناس عن عائشة قال وماذا يقول الناس قالت يقولون في حقها كيت وكيت فغضب أبو أيوب وقال سبحانك ما كان لنا أن نتكلم بهذا إن هذا إلا بهتان عظيم ونزل قول رب العالمين مصدقا على كلام أبو أيوب ثم نظر أبو أيوب إلى زوجته فقال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين قالت كلا قال فإن عائشة خير منك فكيف لها أن تفعل ودافع عن أخته عن أم المؤمن عائشة رضي الله تعالى عنها ما من امرئ هكذا يقول عليه الصلاة والسلام ما من امرئ يخذل امرأا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته أو كما قال عليه الصلاة والسلام لأن الأيام دول الأيام تدور بالناس دول تكلم اليوم أنت على الناس تخوض في أعراض الناس غدا غدا سيصلت عليك من يخوض في عرضك وفي سمعتك الجزاء من جنس العمل انتبه يا عباد الله لا نطلق لألسنتنا العنان هكذا لتخوض في أعراض الناس بهذا الشكل الموجود بين المسلم وأخيه المسلم لا سنسأل والله بين دي الله عن كل كلمة الله تعالى يقول في كتابه العزيز سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ويقول سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكم من الناس والله ندم ندما شديدا جدا لكن أحيانا يكون الندم بعد فوات الأوان بعد فوات الأوان أحيانا لأنك إن جرحت إنسانا بأي جرح بسكين حتى ولا شيء في جلده ثم استسمحته واستعتفته لعله يا أخي يسمحك لعله يصفح عنك لكنك إذا خدت في عرضه ونقلت الشائعات عنه وشوهت صورته بين الناس من الصعب أن يصفح القلب أتدري لماذا لأنك هنا لم تجرح جلده وإنما جرحت وكسرت قلبه ومن الصعب أن تعود القلوب سليمة بعد كسرها فلننتبه إلى ذلك يا عباد الله ننتبه إلى ذلك مطلوب ماذا أن نتحقق ونتبين وتثبت من صحة الخبر قبل لا أقول أن ننشره في الناس لأن ليس كل الأخبار ليس كل ما يقال ينقل ليس كل ما يقال ينقل في أشياء يا أخي لا حتى لو أنت متأكد منها أيضا لا لا تنقلها لأن فيها مخاطر فيها أذى للناس فيها ضرر على الأمة فيها ضرر على البلد وهكذا مش كل شيء يقال ينقل حتى أصبحت الساحة التي يعيش عليها الناس كلهم إلا من رحمه الله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي نرى كل يتكلم وكل يفتي وكل يهرف بما لا يعرف وكل يخوض في الأعراض وكل يصدق وكل ينشر دون تثبت أو تحقق أو تبين وبعدين أحيانا تسأل واحد من الناس يأتيك بخبر سواء كان مباشر أو حتى غير مباشر فيقول تقول له يا أخي طب ما مصدرك يعني يقول والله مصدري عقلي يا الله عقلك واحد ثاني يقول حدثني ثقة واحد أثق فيه صراحة هو اللي حكالي يا أخي سبحان الله وهل الثقة يخفي نفسه ثم إنه ليس كل ثقة عندك ثقة عندي يا أخي ثم إن الثقة غير معصوم ما هو بشر في النهاية يصيب كما يصيب البشر ويخطئ كما يخطئ البشر ده الإمام البخاري طرد من البلد على يد إمام كبير جدا ومعروف في الأمة هو الإمام محمد بن يحيى الذهلي عارفين ليه سبحان الله لأن الذهلي صدق ما قيل عن البخاري أنه يقول بخلق القرآن فعاور الناس على طرد البخاري من البلد مع إن الذهلي إمام وكبير وعلم وثقة لكن إيه المشكلة أن يزل ما هو إنسان بشر ليس معصوما يعني ليس معصوما سبحان الله القدير كذلك علينا أن نسأل من التهم بين الناس خاصا إذا كان ظاهره في الأصل الصلاح يعني نسأله يا أخي ما قيل عنك هذا صحيح ولا لا فإن قال غير صحيح وحلف بالله خلاص خلاص ثم ننصحه إذا ثبتت عليه التهمة لا نفرح يا أخي لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله يبتليك بل لتدعو لأخيك حتى وإن ثبت عليه الخطأ ادعو له يا أخي ادعو له بالهداية وادعو أن يغفر الله عز جل له وادعو له أن يؤدي أمانات الناس وأن يعيد للناس يرد للناس مظالمهم إن كان ظالما لهم كن كالنحلة يا عبد الله كن كالنحلة لا تقع إلا على الطيب لا تكون كالذبابة أبدا التي لا تقع إلا على القذرات وإذا وقعت على الطيب تقذر يا عبد الله أمسك عليك هذا اللسان نعم أمسك عليك هذا اللسان أخي في الله أتظن أنك مطروك مهمل أم تحسب أن الكاتب يغفل أم تعتقد أنه ينسى ما تعمل يا قاتل النفسه بلسانه لا تفعل يا من أجله ينقص ولا يزيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلى حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته